بسم الله الرحمن الرحيم بيان عمداء البلديات المجتمعون في العاصمة طرابلس نحن عمداء البلديات المجتمعون في العاصمة طرابلس للتحضير للاجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية بتاريخ اليوم الخميس الموافق الرابع العشرين من فبراير للعام عشرين اثنين وعشرين وإذ نستشعر خطورة المرحلة التي تمر بها بلادنا الحبيبة بسبب الصراعات السياسية الحالية والتي تهدد أمن واستقرار ليبيا الحبيبة وتندر بمزيدا من الصراعات المسلحة وتعود سلبا على البلديات والإدارة المحلية وعلى تقديم الخدمات للمواطنين فإننا من هذا المنطلق ندعو مخارطة الطريقة التي توصلنا لإجراء انتخابات في شهر يوليو القادم وعودة الأمانة للشعب لتوحيد الجسم التشريعي والتخلص من كل الأسام الحالية المتصارعة على السلطة كما نطالب الحكومة سرعة إجراء هذا الاستحقاق خدمة لليبيا وشعبها عاشت ليبيا حرة آمنة مستقرة موحدة عمداء البلديات المجتمعون في طرابلس لإعداد الجدول التحضيري للإدارة المحلية صدر في طرابلس في الرابع والعشرين من فبراير للعام عشرين اثنين وعشرين ترجمة نانسي قنقر